اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايها الاخوة المسلمون الاحباب ايها الاخوات المسلمات الفاضلة يقول الله جل مجده في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين وذات المهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين اللهم آمين أخوتي وأخواتي أحسب أن موضوع القطبة لاح لكم من خلال الآية الجليلة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قتلوك يا شيرين أبا عاقلة بغصاص الخصة والجبن والغذر والعدوان ولا عجب لا عجب من قتلة الأطفال أن يقتلوا المراسلين والصحفيين لا عجب إلبت ولكن العجب كل العجب ممن لا يزال يجادل ويساجل ويتردد ويجمجم أيها الإخوة ويلتمس الأعذار لذوي سجل الإجرام الممتد على أكثر من سبعين سنة على أن الموضوع سيفصل فيه ذو الضمائر وقد فعلوا والرصاصة التي غدرتها واغتالتها تحتفظ بها الرئاسة الفلسطينية بحمد الله تبارك وتعالى ليست رصاصة الفلسطينيين إنها رصاصة القتل المعتدين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا أريد أن أقول أكثر من هذا وسأعمد إلى موضوعي من أقصر طريق ليست أول مرة ولن تكون الآخرة أيها الإخوة أنت ثور عجاجة وأي ثور سجال وجدال محتدمان حول مصائر الناس في الآخرة خاصة الذين ليسوا من هذه الأمة أو حتى ممن كانوا من هذه الأمة على أن لذوي التدين ولذوي الخطاب الديني أعني لبعضهم نظرة خاصة في الحكم عليهم في الحكم عليهم لكن بالله ما هذا الانشغال ما حمية وما هجيرة هذا الانشغال الدائم المتجدد بمصائر الناس هل جعل الله تبارك وتعالى حساب الناس إلينا هل جعل مصائر خلائقه بأيدينا شيء عجيب كيف نجرؤ على هذا قد يقال ليس هذا موضوع السجال إنما موضوع السجال أقل بكثير وأبسط من هذا ما هو هل يجوز الترحم والاستغفار لمن مات وليس من المسلمين وشيرين كانت مسيحية فلسطينية نعم مناضلة جاهدة شريفة شجاعة ثابتة جبل من جبال أيها الأخوة الثبات في وجه هذا المحتل الغاصب المجرم الذي عرته عبر أكثر من عقدين متواصلين ولما تبلغ ما تشتفي به لأنها كانت تعيش المأساة في ليلها ونهارها كسائر فلسطيني الداخل الذين يصطلون ليلة نهار بلضى ونيران هذا الاحتلال المجرم الذي لا يعرف أيها الإخوة معنا للإنسانية ومعنا لقيم الرحمة قاتل الأطفال ما هذا تريدون من قاتل الأطفال العجيب أن أحد برلمانيهم في كينستهم أيها الإخوة برلمانهم بن كفير حي الجيش القاتل ودعاه إلى مزيد من قتل الصحفيين نعم نعم والعالم ساكد العالم هنا في الغرب والشرق كأنهم لم يسمعوا هذا البرلماني ولم يسمعوا ما قال له أن يقول كلامي هذا وهو منضبط تماما وفي حدود أعلى حدود اللياقة قد أسأل عنه وقد أحاسب عليه كما حدث غير مرة معي لأنني فقط أتكلم ببعض الحقيقة ببعض ظلال الحقيقة ماذا قصدت وما الذي تريد وكيف تصفهم بالقتل وكيف تصفهم هذه بعض الحقيقة هذا بعض الحقيقة شاء من شاء وأبى من أبى تبتنا الله على الحقيقة هناك من يدفعون دماءهم وحياتهم ثمن للوفاء بمقتضيات هذه الحقيقة واستحقاقاتها فلا أقل من أن نجهر ببعض الحقيقة ويغفر الله لنا جبننا وسكوتنا عن أبعاضها الأخرى وهي كثيرة لكن لكل مقام مقال وفي فمه ماء وهل ينطق من فيه ماء نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة يقولون القضية أقل وأصغر لا هي قضية متداخلة تثور ومشتبكة يأخذ بعضها برقاب بعض وبأعناق بعض نريد أن نعالج هذا الملف من أكثر من زاوية من أكثر من زاوية وقبل أن أخوض وكنت أريد أن أتحاشى وأتحايد وأتجنب الدخول أيها الإخوة إلى هذه الزاوية بالذات وهي أن مثل هذا الكلام لا تمليه عواضف بعض الناس قد يتكلم عن عواضف هذا الكلام كما ستقفون بعيدة قليل كلام في صلب ولباب العلم الشرعي كلام في لباب العقيدة كلام في قلب مفهومنا عن الله لا إله إلا هو ورحمته كلام في قلب مفهومنا لكلام الله ونصه وكتابه هذا الكلام ليس ترفاً وليس عبثاً وليس مجاملات وليس عواضفاً كلام علم وعلم مهم جداً لهذه الأمة اثنين هذا الكلام ليس كلاماً تمليه ظروف طارئة وأحداث عارضة ربما أيها الإخوة تذكر به على أنه كان ينبغي أن تفتح مثل هذه الملفات لا أقول من عقود بل من قرون وأن ينظر المسلمون بنظر الإنصاف لا أقول لغير المسلمين لكتابهم لا بد أن ننصف كتابنا الذي رأيته عبر أكثر من عشرين سنة وتكلمت في عشرات المناسبات أيها الإخوة أن البون في هذا الباب بالذات وأبواب أخرى لكن في هذا الباب بالذات بين منطق القرآن بين روحية القرآن بين توجه القرآن وبينما عليه الأمة بعلمائها وعوامها كبير جداً البون كبير جداً واسع شاسع وهائل كما سيضح لكم بعض برهانه في تضاعيف كلامي إن شاء الله في هذه الخطبة الذي ما نلت فيه من صواب فهو من توفيق الله ومن تزديده وتأييده وما عرض لفيه ويعرض وهذا محتمل جداً فيه من خطأ فمن نفسي ومن شيطاني والله بريء من ذلك ورسوله وعلى أنني على أتم الاستعداد إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى وأسأله أن يثبتني على ذلك أن أعود وأنفي راغم للحق مهما ظهر لي برهان الحق ولكن ليست تشغيبات والمسارع إلى الأحكام العاطفية التي لا علاقة لها بمحل النزاع مجاملات تنازلات عقد نقص باعوا نفسهم الغرب باعوا نفسهم للشرق باعوا نفسهم للحكام العرب وأمثال هذه الخزعبلات هذا كلام خزعبلات لا علاقة له بالعلم العلم شيء آخر وإلا ما الذي يضطر وما الذي يلزه امرأة يدعم أنه يتكلم باسم العلم بمنطق العلم يفرغ عن منطق العلم إلى أن يستفز وجدانات العامة وأنتم معلمون وربما أكثر مني بوجدانات العامة ليس عامة المسلمين بصراحة ربما يكون عوام المسلمين أفضل في أبواب كثيرة من غيرهم هذا واقع أيضا حتى لا نظم أنفسنا العوام من كل أمة وفي كل أمة وملة ودين كما قال بعضهم أشبه بكذا لا أريد أن نسيء حتى إلى العوام العوام بحسب علم النفس الاجتماعي لكن النظريات قديمة لا يزال بعضها صحيحا عقلهم كمجموع عقل أردائهم خذ ذي قطيعا خذ ذي مجموعة من الناس من مئة مثلا أردائهم عقلا عقل المجموعة كمجموعة من حيث هي مجموعة يساوي عقل هذا لذلك صعب جدا هندسة عواطف ووجدانات العوام لكن ما هو أصعب وما هو أسوأ بمراحل أن يختط العلماء والقائلون والمتكلمون في دين الله وفي ملة الله خطة العومنا ما أسميته قبل سنين بالعومنا أي مجارات أهواء العوام سأتكلم بطريقة بحيث يصفق لي العوام سأتكلم بطريقة بحيث أكثر متابعية من العوام يرضى عن العوام يا رجل ما ينبغي أن تجعل وجهك له وعينك إليه رضى الله تبارك وتعالى وهذا دين ولذلك ما الذي يلز من يتكلم في دين الله أن يتكلم بطريقة تثير عليه العلماء ثم العوام بحيث ينال قصطا أكثر من الوافر أكبر من كبير من أحكام الزندقة والتكفير وأنه باع نفسه واشترى نفسه وفاوض عن نفسه شيء غريب أنا أعتقد أن الذي يفعل هذا من غير أن يكون حقا باع نفسه أو فاوض عن نفسه وعلمه وخشته الله تبارك وتعالى لأن الله سائل كل أحد منا علمت بشيء فلمسكت عنه والله الذي لا إله إله لن يسعني ولن يسع كل من ينتمع العلم أن يقول له يا ربي خفت المجتمع العلماء خفت من إخواني العلماء وأنا أعلم وأنت أعلم بتوجهاتهم ثم خفت من العوام الله سيقول له كما في الحديث المعروف فإيايا كنت أحق أن تخشى يجب أن نخشى الله أكثر مما نخشى أنفسنا علماء وعوام وأن نقول بما أدان إليه نظرنا واجتهادنا على أننا قد نكون وهذا احتمال وارد أبدا مخطئين غالطين طبعا لسنا أنبياء ولسنا ملائكة لكن هذا القضايا لا بد أن تفتح ولا بد أن يبدأ فيها ويعاد ولا بد أن نغلغل فيها الأنظار أن نغلغل فيها الأنظار لكي يستبين لنا من أقصر طريق وأذناه أن ما يدعى بقطعيات ليس بقطعي وأن ما يحكى فيه الإجماع ليس فيه إجماع وأن ما يقال إنه النص ليس بنص إنما هو ظواهر قابلة للتأويل فاتقوا الله في دينكم اتقوا الله في ربكم لا إله إلا هو اتقوا الله أن تصوروا ربكم إلها ضيق الرحمة متربص بعباده كأن غرضه أن يهلك معظم من خلق حاشاه لا إله إلا هو وهو القائل وسعت كل شيء رحمة وعلمة على لسان أملاكه المكرمين عليهم سلامات الله تبارك وتحالى ورحمتي وسعت كل شيء على أنه ساقها مساقا غريبا قال عذابي أصيب به من أشاء فقيد الإصابة بعذابه بالمشيئة وأطلق في الرحمة وقال ورحمتي وسعت كل شيء يعني كنا نفقه ما نقرأ وما نطلو عذابي أصيب به من أشاء من أشاء كل ذنب بعد الشرك ودون الشرك وعاد الشرك عسى أن يغفره الله تبارك وتعالى كل ذنب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى هذا المذنب الخاطئ الزاء الأضال في خطر المشيئة في خطر المشيئة كما يقال علماء وهذا في حق من؟ ليس في حق من تاب إنما في حق من وافى بالذنب وافى بالذنب يعني مات مسألة الموافاة في العقيدة مات وهو على ذنبه مقيم لا يريم وهو على ذنبه مقيم لا يريم عسى أن يغفره الله أما من وافى بالشرك والكفر فهذا لا يغفره الله كقاعدة عامة كقاعدة عامة وسنأتي لتفصيل الكلام في هذا الموضوع وهذا من أهم محاور خطبة اليوم وقفنا على علماء كبار بعضهم حائز على جائزة نوبل في الفيزياء الذي أكفره أي صيّره إلى الكفر وأضله السورة المعتقدية لله في دينه في دين أهل الكتابين يعني في التوراة والإنجيل قال إله قاسي إله غضوب إله متربص بعباده إله يريد فقط أن يدخلهم النار بأوهن الأسباب قال أنا لا يمكن أؤمن عالم لا أؤمن بإله مثل هذا للأسف من المسلمين اليوم من يسارع ومن يريد أن يصور الله على نحو المشابه الله قال ورحمتي وسعت كل شيء سيقول لك أي أحدهم أتم الآية فهل تتمها أنت يا مسكين الآية حجة لنا وليست حجة لك فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمورهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والإغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية إذن ما هو مفاد الآية مفاد الآية ماذا هل تظن أنه يمكن أن يستخلص من هذه الآية الجليلة حكم ينص على أن رحمة الله مقصورة على مخصوصة بمن ذكر سأقول لك أنت تائه أنت لا تدري ماذا تتلو يا رجل هذه الآية تنص على أن الله سيكتب الرحمة لجماعة من أهل الكتاب نعتهم ما تلي طب أين نحن لسنا أهل الكتاب نحن مسلمون محمديون ليس أنا نصيف الرحمة أي ورطة إذن أنت لم تفهم الآية الآية تقول رحمتي وسعت كل شيء يعيش في رحمته البر والفاجر المؤمن والكافر رحمته في الدنيا ستقول هذه رحمة دنيوية أقول لك اربع على ظلعك اربع على ظلعك خفف قليلاً من توفوزك رحمات الآخر أوسى بكثير الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلوات ربي وتسليماته عليه جعل الله الرحمة مئة جزء فأنزل في الأرض جزء واحداً منها فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها كي لا تصيب أو قال حتى لا تصيب ولدها طبعاً هو ذكر الدواب والدواب كل ما دب على الأرض وإن خصه بعضهم بما يركب لكن غير صحيح هو عموماً كل ما دب على الأرض لكن لماذا خصم الدواب ذوات الحافر لأنها كانت مركوبهم أو عظم مركوبهم لأنها كانت عظم مركوبهم أعظم وأكثر ما يركبون ذوات ماذا؟ ذوات الحافر فيلابسونها ملابسة أكثر ويرون شؤونها في تصرفاتها مع أولادها مع أولادها وإلا فذوات الظلف داخل في الحديث وذوات الخف داخل في الحديث وسائر الدواب داخل في الحديث لقوله الدواب ليس فقط ذوات الحوافر على كل حال قال عليه الصلاة وأفضل السلام في تتمة الحديث وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة بها يرحم عباده يوم القيامة الله أكبر هذا غاب عننا والحديث في الصحيحين غاب عننا وكأننا أردنا أن نجعل من رحمة الله يوم القيامة أضيخ من رحمته في الدنيا أوسع بكثير يا أخي بعزته ونحن في يوم جمعة بعزته لا إله إلا هو لا يبلغ وهم وهم ولا خرص خارص ولا خيال متخيل ولا ظن ظان أقل القليل مما يمكن أن تكونه رحمته يوم القيامة ولذلك قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضى أبشروا وأمروا فوالله الذي لا إله إلا هو ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر على قلب بشر سنرى لماذا النبي قال كل ما في العوالم كل مظاهر الرحمة ثمانية ملايين من البشر رحمة عجيمة بينهم بأولادهم وبأنفسهم وبأزواجهم فقط البشر مش الدواب والكائنات على اختلافها كل هذه الرحمات هي جزء من جزء من مئة جزء ما عساها تبلغ إيها الأيزاء التسعة والتسعون الأخرى لا إله إلا الله ولذلك أنا أتعبد الله أدين الله تبارك وتعالى وهذا معتقدي ومؤسس على كتابه وما صح عن نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه أن معظم الخلق يوم القيامة داخلون في رحمة الله اعتقاد الذي أدين الله به أنك يا نار لن يدخلك إلا من حقت عليه كلمة العذاب وسيدخلك وهو يقول الحمد لله رب العالمين لما رأى من عدل الله ورحمته وفضله هو سيقول لا أستحق أقل من النار هذه أمي هذه أمي وأنا كنت ابنها الذي أشعلت العالم وسعرته حروبا وضغاء ومعادات وشنآنات وحولته إلى مرائرة وعذابات بحيل ومكائد الليل والنهار لذلك جهنم ستمتلع لها ملؤها والجنة لها ملؤها لكن النبي أفهمنا أن جهنم ستمتلع بعدد قليل كما أقوله دائما دائما أُنبّي على هذا فيما ورد عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أن الكافر يكون عظيم الجث عظيم الجسم جدا حتى أنه يكون بين شحمة إذنه وعاتقه كما بين مكة مثلا وهجر كما بين مكة وصنعاء مئات الكيلومترات من هنا إلى هنا ما معنى هذا ولم يرد مثل هذا في حقيش الجنائنيين جعلان الله وإياكم منهم وأجننا بستره الجميل في الدنيا والآخرة لم يرد إشارة إلى أن النار لها ملؤها ولكن ستملأ بعدد قليل طب لماذا؟ لماذا معظم البشر بعون الله سيدخلون في رحمة الله؟ سوف نرى لماذا؟ واضح لا نحتاج أن نوافئ القيامة إن شاء الله بالإيمان حتى نعلم في الدنيا واضح وأول هذا الواضح أن أحدانا لو أنصف من نفسه وترك دلاله وغطرسته وتخفف من عجبه وإذلاله لعالم أنه تقريبا لا فضله في كونه مسلمة بالله عليك أخترت أن تكون مسلمة؟ والله أنا ما اخترت أن أكون مسلمة على أنني أسعد الخلق أو من أسعدهم بكوني مسلمة ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لنبي شأني شأنكم وشأن كل الموحدين الصادقين من أسعد الخلق نحن بأننا مسلمون لكن هل لنا في هذا كسب؟ أهذه مكاسب حقيقة أم مواهب؟ والله مواهب الله أعطانا هذا بفضله ومنه الكفار يقولون مجرد صدفة سعيدة يعني إن كنتم على حق وكنتم محقين فهذه مجرد صدفة سعيدة أنك ولدت في بلد مسلم من أسرة مسلمة صدفة ولو ولدت في بلد غير مسلم 99% إذا لم يكثر ستكون على دين أبائك ودين أهل بلدك يدل له ويبرهنه أنه في البلاد المسلمة من ولد في صقع سني كان سنية ومن ولد من قبيل شيعي أتى شيعيا أليس كذلك؟ فالآن ما هذا العجب؟ ما هذا الإدلال؟ ما هذه السطوة في خطابنا وفي كلامنا؟ الله أكبر قيل لأعرابي مرة هذا العرابي أذكى منا وأزكى وأفطى منا يا أعرابي تُحسن تدعو ربك؟ أي تُحسن أن تدعو تُحسن تدعو ربك؟ قال نعم قيل فادعو قال اللهم رفع ده وقال اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك دون أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك اللهم آمين صادق قال أنا ما اخترت ما اخترت أن أكون موسلما هذا ما حد فضل من الله ما حد فضل من الله ثم أولئكم والذين لم يسعدهم القدر هذا من زاويتنا نحن نقول من زاويتنا ولعلهم يقول مثل قولنا لعل اليهود الذي ولد بين يهود والمزيح الذي ولد بين مسيحيين على أن المسيحيين شأنهم عجيب غريب اليوم العالم يزحمه أكثر من خمسة وأربعين الف فرقة مسيحية ونحن محتاسون بالعامية محتاسون حائرون ضائعون كيف ندبر اختلافنا الملي شيعي وسني وإباضي وزيدي وإسماعيلي والسلام عليكم كم فرقة المسلمية اليوم إمامية زيدية إباضية سنية ثم إسماعيلي خمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى كل شيء محتاسون حائرون ضائعون ما أضيق عطننا عطننا ضيق بساحات الفكر لدينا والروحية أيها الإخوة واضح أنها مختزلة جدا جدا القوم طبعا ليسوا أكيد ليسوا خيرا حالا مننا خمسة وأربعون الف فرقة معظمها بروتستانت ليس كثير كل كثير كل فرق ومعظمها لا يرى الخلاص إلا لنفسه على فكرة لا تصدم ولا تحجب ولا تندهش ولا تبتأس ولا تيأس حين طرف إيرسوفا مسيحيا كاثولكيا كبيرا تستمع إليه فيه ضرف فيه لطف فيه عقل فيه ذكاء ويشرح ماذا يشرح الفلسفة يمر عبر أحقابها التاريخية رجل عنده عقل فلسفي ويسأل مرة الفيرسوف كاثوليكي يسأل مرة الخلاص النجاة الفلاح بالصيغة الإسلامية هذا لمن يضحك الفيرسوف الذكي واسع الحيلة والعلم يقول بصراحة وبصدق لنا نحن فقط الكاثوليكي لا مسلمون لا يهود لا بروتستانت إذن لا تسهبوا أنفسكم كثيرا أنا لست في معرض الدفاع عن ماذا عن ضيقي العطن عن الذين شوهوا صورة الإسلام ورحمة الإسلام أبدا 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 ولكن أيضا لا أريد ممن يتصيدون وممن يقفون على العتبات والتخوم كل من تكلم باسم الإسلام كل من فعل فاحشة كل من أتى بمصيبة وذا هي دهياء باسم الإسلام قالوا هذا هو الإسلام من قال لكم فإن بلهم الله بأمثالنا يقول لا 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 تسمع لهؤلاء هؤلاء يرقعون ما الذي تريدونه إذن أنتم حرب على الدين أنتم تشنؤون الدين وطبقوا دونه اتركوا لنا ديننا نحن أعلم بديننا أعلم بجماله برحمانيته بسعته والله الذي لا إله إله ما وجدنا لا فلسفة دنيوية ولا دينية أوسع من هذا الدين الرحمة على ما نفهمه سيقال مرقع رضينا بالترقيق جميع رضينا بالترقيق على أنه ليس ترقيعا فهم وله أدلته وعليه براهينه وبيناته وتلك شنشنة نعرفها من أخزم شنشن بغيرها ترقيع ناقشونا فيما نقول على كل حد هكذا بري الإسلام دهي كرث الإسلام بقبيلين من الناس قبيل متزمت متطرف طيق العطن يريد أن يجعل من معتقده في الله يريد أن يحيل صورة الله المعتقدية إلى صورة جبار أرضي بصراحة وهذا الجبار الأرضي صدقوني قد يكون أكثر جبروتا وأضيق ساعة من فرعون ذاتي هو نفسه هذا المتمشخ أو المتدين ما رأيكم؟ أحد يقول لي علي هناك برهان عليها فرعون نفسه قد يكون أرحم من هذا الإله الذي يصوره هذا المتدين المتزمت الجاهل الجهول والذي يسب كل من أرد أن يفتح باباً حقيقياً للنقاش وإعادة النظر بهدوء وتؤدى في هذه المسائل الخطيرة الأرض ولعلكم قبل أسابيع وقفتم على المقطع الذي انتشر في الشبكة انتشاراً واسعاً جداً للراحل كارل سيغان صاحب كوزموس معالم الفلك الأمريكي الشهير ومسؤول عين بويو جاروان الأرض على بعد على بعد مئات الملايين تظهر كنقطة ليضاء صغيرة لا تكتر فإن أبعدنا بعد ذلك ضعفي المسافة لا يظهر شيء على الإطلاق طب وهذا السوادة هذا هو الكون هذا هو الكون الذي يتسع لملايير ملايير ملايير إلى انقطاع النفس من أرضك الكوكب الأرضي وهذا مصور صورة هذا ليس خيال ليس فلسف هذا والرب هو رب العالمين وهذا كله عالم واحد لساً كوننا هذا لأنزر كوزموس يعني ولأور كوزموس هذا كله عالم واحد لساً والأرض فيها باء لا ترى الله قال لك أنا وسعت كل شيء الرحمة وعلمة كيف؟ كيف يمكن أن يتسع عقلك لتصوير هذه الرحمة؟ والله لا يتسع ولا تستطيع أرحم مما تظن يا مسكين ولذلك أنا أقول لك هذه الرحمة التي لا يمكن أن ينالها وهم واهم أو خيال متخيل مهما طفر مهما طفر وشذ وند قد تحرمها أنت الله أكبر يا متناقض ستقول لي يا متناقض نعم قد تحرمها أنت في حالة خطيرة وهي قريبة جداً منك أيها المتزمت تقول لي ما هي؟ أقول لك إن جعلت نفسك متحكماً فيها بواباً عليها تدخل في رحمته من تريد حسبما يتسع خيالك والذهنك وربما شغفك ونفسياتك العجيبة الغريبة مش حاصفها بأكثر من هيك قد توبق دنياك وآخرتك وهذا حديث الإمام المسلم الذي ذكرناه حتى من قريب غير مرة حديث جندب بفتح الدال طبعاً جندب ابن عبد الله وليس جندب جندب ابن عبد الله في صحيح مسلم رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين فالرجل الذي قال لأخيه إذا أبو الله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألّى يعني يحلف تلي أي لا يحلف العليّة هي الحلف الحلف من ذا الذي يتألّى عليّ ألا أغفر لعبدي قد غفرت له وأوجبت لك النار يا الله فضل عشان تتفلسف وجاي إيه تفتأت على رب العزة من لكك الله مفاتيح رحمته أوكل الله حساب الناس إليك ستقول لي يا أخي هو الذي أخبرنا أنه لا يغفر وإيه يشرك به هو الذي أخبرنا أنه من مات كافراً فله النار أقول لك أخبرك يا حبيبي يا أخي وما أبغي لك والله إلا الخير أخبرك بقاعدة عامة أما تفاصيل حالات والأحوال ليست لي ولا لك ولا لجبريل وميكال ومحمد وموسى وعيسى لله وحده والحكم العام غير الحكم في الأعيان يا حبيبي الحكم العام كل من مات كافراً له النار الآن هل هذا مات كافراً؟ لا ندري لا نعرف هل يستحق اسم الكافر؟ قضية صعبة جداً جداً لأن الكفر في القرآن وهذه مسألة أخرى وطالما تحدثت فيها الكفر في القرآن بطوله لا يتحدد سلباً كما يهموك بعض المشائخ اليوم انضيقي الأعطان كل من ليس بمسلم فهو كافر هذا صحيح كذب على الله ورسوله وكذب على الوقائة ليس صحيح بالمرة ليس صحيح لا ليس كل من هو غير مسلم فهو كافر أبداً هو غير مسلم وحسب الآن عند الله ما هو؟ الله أعلم مصيره ما؟ الله أعلم أما الكافر فهو الذي قامت عليه الحجة الرسالية التي قطعت وتقطع معاذير مثله تفحم من كان في رتبته ودرجته أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير بعد أن جاءهم النذير والنذير من هو؟ رسول النبي الله أكبر هل أحدنا له القدرة ولياقة أن يقيم الحجة الرسالية كما يفعل نبي ورسول فرق بين السماء والأرض لماذا أقول هذا؟ الكلام طبعاً هو اشتجر وأنا كانت خططي أن أرتب حججي وهي كثيرة جداً تحتاج حقيقة بغير مبالغة إلى عشرات الساعات كنت قبل حوالي عشرين سنة وسأفعل هذا إن شاء الله بدأ من الجمعة المقبلة تكلمت في مصير أهل الكتاب اليهود والنصارى في القرآن الكريم كما أخبر الله أكثر من عشرين ساعة وسكتت ولم أسمح بالنشر وبقي لدي أكثر من عشرين ساعة وأخواني يعلمون هذا وسأعود إلى اختزال الحديث وتوضيبه في المسألة من جديد لأن العبد الفقير كما قلت لكم لا يزال يرمى بالكفر والزندق وأنه يقول اليهود ونصارى في الجنة لم أقول هذا أنا ما قلت إلا ما في كتاب الله وعليكم أن تسمعوه جيداً وسنبدأ بتلاوته ومدارسته جميعاً بإذن الله بدءاً من الجمعة المقبلة وما يتلوها من دروس وسوف نرى كم يتسع البون والشقة بين فهمنا وبين ما نشئنا عليه ودرجنا عليه وبين ما يقوله الله تبارك وتعالى وسيع وسيع شاسع مهول القرآن عجيب ستقول لي ماذا تقول سأتلو عليك الآن أربعة وخمس آيات فقط من عشرات الآيات وأتركك معها أو معهن إن شئتم لكي تتفكروا وتتدبروا أول هو آية البقرة الثاني والستون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر لا يواضح جداً يكون المرء هودياً أو نصرانياً أو صابئياً أو مؤمناً الذين آمنوا منه من أممت محمد ويتحقق بالإيمان بالله واليوم الآخر ليس فقط المحمديون هم فقط ما يتحققون أبداً أي واضحة قال لك لا هذا فيما سبق تكذبون على الله الله يقول إن يقرر قاعدة صادق وقت النزول واليوم القيامة قاعدة يقول إن الذين آمنوا طب والذين آمنوا في الماضي أممت محمد وعليها نزل هذا الكلام اتقوا الله ولسه إذا تأولتم هذه الآية كيف تتأولون غيرها وهي كثر كثيرات نيرات زاهرات صادمات صاعقات وزاعقات إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحسن البقرة من الستون العية الثانية والستون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كسر إعراب اسمه كسر إعراب لسنا الآن في الإعراب مسألة ثانية هذه ربما في دروس في الجمعة المقبلة والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزن المائدة قل يا أهل الكتابي تعالوا على طريقة المسلمية اليوم والمشائخ والعلماء تعالوا ادخلوا في ديننا وإلا فلكم الويل والثبور وعظائم الأمور الله ما قال الشيء قال بالعكس قل يا أهل الكتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يبقى الكتابي كتابياً والمسلم مسلماً المحمدي محمدياً بس فيه كلمة سواء نلتقي عليها ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ الآية تريد أن تقول أبداً لا نضالبكم بأكثر من أن تصححوا التحريف الذي أحبثتموه في عقيدتكم عودوا إلى الإسلام دين الأنبياء ملة الأنبياء ثم يبقوا كتابيين لا بأس لا في مشكلة الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً ملة واحدة دين واحد قل يا أهل الكتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله تحريفات كلها واقعة وقعت ولا تزال واقعة للأسف عند أكثرهم ومعهم تبرأ منها بفضل الله تبارك وتعالى فحق أن يسمى مسلماً بنص كتاب الله فإن تولوا بدون مش حبين يعبدوا الأحبار والرهبان ويحلوا حرم ويلعبون في الكتاب ويثلثون ويربعون ويخمسون الله قال فإن تولى فقلوا اشهدوا بأن مسلمون إذن آية آل عمران دعتهم إلى كلمة سواء ما هي الكلمة السواء أن يتركوا دينهم أو شرعهم أبداً 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 ظلوا على دينكم الذي هو أي دين الأنبياء جميعاً دين موسى وعيسى هو دين آدم وشيث وإدريس ونوح ودين محمد هو دين ماذا الإسلام وسنقول هذا بعد قليل الآية عجيبة الآية الرابعة ليسوا سواء أو الآيات هي مش آية واحدة ليسوا سواء أيضاً في آل عمران الله يقول أهل الكتاب لا يستوون ليسوا كلهم لفقاً واحداً طبقاً واحدة يختلفون يتميزون ليسوا سواء من أهل الكتاب قال لك الأسلم تكذبون على الله أنتم هل تعرفون العربية قال لك من أهل الكتاب الذين أسلموا ما شاء الله والله يسميهم أهل الكتاب تضحكون على من الحق أب الحق أب لج والباطل لج لج أولتم هذه كيف تعوين هذه كيف تعوين هذه القرآن متجار متسارع إلى تقرير حقيقة واضحة لم نشأ أن نراها لا نحب أن نراها أبداً إما أن تصبح على شرعنا وبطريقة وإلا فأنت في جهنم اكذبوا على الله ما شئتم إيه أن تكذبوا اللهم إنا نبرأ إليك من كل افتراء عليك ورد لكلامك في الصدور والأعجاز ليسوا سواء كيف رب ليسوا سواء يقول من أهل الكتاب كتبيون أمة قائمة عباد رهبان حقيقيون صادقون أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين أعلم اخشعرت أبدانكم كم اخشعر بدني أقسم بالله طيب لماذا اخشعرت أبدانكم اخشعرت أبدانكم أن الآية تدل على نجاة كتابيين ليس كل كتابيين كما أنه ليس كل المسلمين ناجون نعلم هذا اللهم اجعلنا من الناجين بفضلك ومنك يا رب العالمين لا كلنا ناجون ولا كلهم ناجون لكن دلت على الأقل الآيات على أن من أهل الكتاب أمة ناجية وصفوا بالصلاح والتقوى ووصفوا بأنهم لن يكفروا صالح أعمالهم كثر الله صالحاتنا واضح لماذا اخشعرت أبدانكم أنا أقول لكم هذا لامس الفطرة لامس الفطرة المعتقدة بعدل الله هذا من عدل الله هذا من عدل الله الموضوع طويل طويل ومعقد وآخر شيء لألا أطيل الآية كثيرة جدا أنا لك أن آتي بأوضح الآيات آتيكم بآيات النساء ليس بأمانيكم الله يخاطب من؟ يخاطبنا يخاطب أصحاب محمد صلوات ربي وتسليماته على محمد وآل محمد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب القضية ليس قضية أماني نحن أصحاب موسى نحن الأولى نحن أبناء الله وأحباهه الشعب المختار أماني روح أتمنى يا حبيبي روح أتمنى لا نحن أصحاب كلمة الله وابنه وروحي محي الموتى القام من الأموات الذي قام من الأموات روح أتمنى لا أنا صاحب محمد ختام الأنبياء المرسلين وخير الخلق وحبيب الحق أتمنى الله قال ليس هذه القضية القضية ليس عنوين وليس منشطات ليس بأمانيكم وبدأ بني الصحابة بنا أصحاب محمد وبنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل كتاب طب إيش أماني أهل كتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر تلك أمانيهم طب أمانينا لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما محمديا أماني فأهمته القرآن عجيب القرآن أقسم بالله العظيم أقسم بالله القرآن عجيب وأنا متأكد أن كلهم ستقولون الله أكبر لعلنا دخلنا تحت طائلة من قيل فيهم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوة كأننا ما ترونه ولا فقناه ستقولون يا ويلنا ويا ألف ويل لنا كم مر قرانا هذه الآيات ولا مر فكرنا فيها ولا مر الله يقول ليس بأمانيكم ما هي أمانينا مثل أماني أهل الكتاب ولذلك أخبر الصادق المعصوم الأبر الأطهر أننا سنحذو حذوهم ونتقيل طريقتهم حذوك القذة بالقذة حذوك النعل بالنعل حتى إن كان منهم ما يأتي أمه على قارعة الطريق لا يكونن من أمتي من يفعل ذلك إن دخلوا جحر ضب إن جحروا يعني حتى إن جحروا في جحر ضب سيكون منكم من ينجحر في جحور الضباب وقد انجحرنا وعمي علينا وغبيت عينا الحقائق مثل ما تأملوا تأملنا مثل ما تمنوا تمنينا ونحن واثقون الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب إيش يا رب طيب إيش الحقيقة يا رب كيف كيف تعامل خلق أنت كيف تنظر لأينا مسلمين ويهودا ونصارهم قال من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة يقول من 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 ألفاظ ماذا في أصول الفقه في فقه العربية من ألفاظ العموم من وتعم من تعم المذكورين بعنوان إيش أصحاب الأماني ليس بأمانيكم ولا أماني ياهل الكتاب إذن تعموا إيه المسلمين المحمديين والمسلمين اليهود والمسلمين النصارى تقول لي مسلمين مسلمون بنصر القرآن وهذا ما سنقوله الآن للثو مسلمون بنصوص الآيات القرآنية دين واحد أمة واحدة في نهاية المطاف من يعمل ومن يعمل كذا ولا يظلمون نقيرا ثم قال الله الدين واحد وأنتم جعلتموه أديانا أي دين يا رب عن أي دين تتحدث قال ومن أحسن دينا الآية البعض يا قرآن عجيب هذا القرآن قصم بالله عجيب ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلة الله أكبر الله يقول يا مسلمون يا يهود يا نصارى أو يا مسيحيون لا يحبون كلمة نصارى ما في مشكلة يا مسيحيون الدين واحد وإنما أدعوكم ودعوتكم إلى دين واحد هو دين الحنيفية هو دين الإسلام دين آدم دين نوح إدريس شيث ودين الأنبياء أين ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام في سورة يونس فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ليكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري يا إلا الله على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نوح هذا نوح هذا انتبه مجم محمد نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين إذ قال له ربه أسلم من؟ إبراهيم الخليل قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون لا إله إله مسلمون موسى ماذا يقول لقومه فعلى الله يتوكلوا إن كنتم مسلمين موسى يقول لقومه فعلى الله يتوكلوا إن كنتم مسلمين موسى سليمان هذا تقول بالقيس ملكة سبا وأسلمت أه لله وأسلمت لله مع سليمان لله رب العالمين لله رب أسلم تقول إسلام ماذا تعلم أن سليمان دينه وإيه هو الإسلام عيصى والحواريون واشهد بأننا مسلمون دين واحد ويأتيك شيخ يحكم بالزندقة على أمثالنا وعلى غيرنا زنديق كافر يكذب عليكم نحن نكذب عليكم حسبنا الله نعو الوكيل ويقول لك ومن يبدغ غير الإسلام دينه والله أفهمتنا ما شاء الله على العلم العلم المتطاوي النفذ العميق يا رجل اتق الله الآية هذه من سورة آل عمران في آل عمران إن الدين عند الله الإسلام في آل عمران أي إسلام الإسلام بالمعنى العام هذا الإسلام الذي تلون عليكم الآيات المبرهنة على أنه دين الأنبياء جميعا هذا هو آية سورة المائدة عامة ماما إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين عجيب الله يقول يحكم بها النبيون المسلمون النبيون المسلمون نعم أنبياء بني إسرائيل الله يقول هم أنبياء ماذا موسلمون لا إله إلا الله لماذا لا يقل لها كثيرا يقول لك هذا مكتوب ركزوا ركزوا لا تضيع الأمة ولا تضيع الدين على فكرة إذا كان عالم نوبلي ألحد وكفر بالله لأن عقله لم يتسع أن يكون الله بهذا الضيق الرحموتي هذا ما يحصل الآن وعقل ابنك وعقل ابنتك والله العظيم وعقل ابني وعقل ابنتي أضيق بكثير من عقل هذا النوبلي الكبير وهو نوبلي في فيزياء الكم من العباقر الندرة عقل أبنائنا وبياتنا أضيق بمراحل من أن يتسعي لمثل هذا الضيق كله يقول لا 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 سنشك في هذا الدين سنشك في دينك يا أبتي وأمتي أيها الأمة المسلمة سنشك في دينك الله ليس كذلك إن كان الله موجودا هو حق لعيه له الحق الأعظم لعيه له فينبغي أن لا يكون بهذا الضيق لا 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 الله في القرآن أوسع بكثير من إله الأحبار والرهبان والرابيين والقصص والأساقفة والكرادة والبابوات ومشايخ المسلمين شيعة وسنة وإباضية لا أستثني أحدا الله أوسع بكثير من كل هؤلاء والله العظيم ستقول لي بالطريقة الطريقة اقرأ كتابه اقرأ كتابه العصم كلها في كتابه ولكن لا تجاوز لا تجاوز ما يقول الكتاب ولا تحاول إيه أن تتلاعب بالكتاب الكتاب واضح جد واضح بحمد الله تبارك وتعالى ولذلك إن هذه أمتكم أمة ننصوب على الحالة إن هذه أمتكم انتهى الخبر هذه مبتدأ أمتكم خبر وتعم هذه عامة لفظ عامة الله يخاطب من هنا أن هذه أمتكم يخاطب من يخاطب الأنبياء الأرجح قيل الجملة مستأنفة وتخاطب بها الأمة الأرجح والأظهر والسياق والسباق يدل عليه أن الخطاب للأنبياء لأن الله تبارك وتعالى اقتص علينا طرفا صالحا من أخبار الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات جميعا ثم قال والتي أحصنت فرجها فنفقنا كذا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أما في المؤمنون طبعا مرفوع على الحكاية ولو قلت في سورة المؤمنين يجوز لكن حتى لو قلت في سورة المؤمنون الحكاية صحيح وفي المؤمنون قالها تبارك وتعالى وإن هذه وأيضا قراءة بأن وأن هذه أن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أيضا هنا الأمة هي الملة الأمة الأمة لها أكثر من ستة معاني لكن أيضا الأمة بمعنى الملة والشريعة والدين أصول الدين الله يقول ملتكم شريعتكم أيها الأنبياء واحدة صحيح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن دين واحد لا إله إلا الله لا نفرق بين أحد من رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نعمر ببعض ونكفر بعض كافروا أم الكافرون حقا لماذا؟ لأن الله قطع وجزم بماذا؟ بأن دين الأنبياء جميعا دين واحد ملة الأنبياء من الله واحدة أمة الأنبياء أمة واحدة قرآن هذه يا أخي كيف نهدره؟ وفي الحديث المخرج في الصحيحين أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ليش؟ ليش يا رسول الله صلواته ربي وتسليمته عليك وآلك وأصحابك إلى انقطاع النفس إلى أبد الآبدين ودهل الدهل لماذا؟ لماذا أنت؟ قال ليس بيني وبينه نبي على فترة من الرسل ليس بيني وبينه نبي والأنبياء إخوة لعلات العلات هن الضرائر جمع ضره والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد لم يقل أبوهم عادة الحقيقة أتى بالمجاز ثم عادة الحقيقة قال أمهاتهم شتى ودينهم ولو قال أي أبوهم لم أفهم ربما إيه؟ اعتصفهم على بعض الناس اللقاح واحد اللقاح واحد كما في فسألة لبن إيه الفحل لأن اللقاح واحد كما في حديث ابن عباس أمهاتهم شتى ودينهم واحد الدين واحد يا أخواني والشرائع الفرعية حلال وحرام وكيف تصلي وكذا هذه مختلفة لا بأس وكلها من عند الله كلها من عند الله والله أمر الجميع على اختلاف شرائعهم الفرعية وهذا ما سأخوض فيه وصل بعون الله تعالى في خطبة إذا أبقان الله إذا أبقان الله ومد في فسحتي أسأل الله أن يعسلنا ويمد في فسحنا جميعا مع تمكيننا من صالح الأعمال والتوبة النصوح التي يرضى عنا بها أتم الرضا اللهم أمين سنخوض بالتفصيل أيها الأخوة في هذه المسائل في هذه المسائل كلها من عند الله الله أمر أصحاب الشرائع المختلفة والدين الواحد أن يتسابقوا في الخيرات أعبد الله أنت أعبد الله أنت أعبد الله ولن يكفر أحد ماذا؟ عبادته وعمله الصالح ما أحد القرآن يا أخي ما أوسع القرآن كالله وبالله ووالله لو قيل لرجل حكيم لرجل حكيم لرجل عاقل صاحب حيدة وإنصاف وعدل في الأحكام وتوازن في الرؤية قيل له هؤلاء المليون ما بالهم يختلفون وكلهم ينحو ناحية ويناكر صاحبه ينحو ناحية ويناكر صاحبه بل يبالغ في النكير عليه مدّاعياً أنه الأحقء بالحق وأن الحق لا يعدوه ولا يعدو آباؤه وتراثاته وتراثات أجداده فسيقول هلموا ما الذي يعتقد كل منهم وسيحتكم إلى خطة سيقول إذا كانت هذه الأديان أو الشرائع شرائع توحيدية تؤمن بإله موجد للأكوان مهيمن عليها مدبر لها نبع النبيين وأرسل المرسلين وكلف عباده فسيكون أقربها إلى الحق وأسعدها به أي شرع وأي دين وأي دعوة وأي قبيل من الناس من يصوّرون أو يصوّر إلههم وربهم على أنه ماذا؟ الأرحم والأوسع والأعذر لعباده مهما وجد وجه لعذر العباد فأنه سيعذرهم لأنه ماذا؟ رحم ووسع كل شيء رحمة وعلمة لا إله إلا هو أليس كذلك؟ أنا أقول لكم بفضل الله ليس لأنني مسلماً محمدين أسأل الله أن أعيش وأن أموت على ذلك وإياكم وإياكنا جميعاً وجمعوات وسائر أمتنا المرحومة ليس لأنني مسلم ليس لأعفوا ليس لأنني مسلم بل لأن هذه الحقيقة التي يرضيها العقل المتفتح تدعي أنك تتكلم باسم رب العوالم فما بالرب العوالم لديك هذا رب ضيق جداً جداً لذلك أعود إلى موضوعي المهم جداً أعطن بهذه الخطبة حتى لا أعيكم وما يزلنا في مشارف الخطبة وما يزلنا في أول كلام سنكمله بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة وما يزلنا في أول كلامنا كل هذه مقدمات تستهل الموضوع ماذا أقول يا أحبتي؟ يا أخوتي وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى رحمة الله التي لا أوسع منها هذه الرحمة قد تتحيدك قد تند عنك قد لا يكون لك حظ فيها ليس لذنب أن الذنوب الفاحشة المعروفة هذه قد تغفر باستثناء الشرك مهما كانت بالغة ما الفحش ما بلغت لكن لشيء لا يخطر على بال كثير جدا من هؤلاء المتزمتين وكلاء السماء الذين افتأتوا على رب العالمين وادعوا أنهم يفصلون في مصائر الناس كيف؟ ما الذي أن تقوله؟ سأقول لكم شيئا عجبا جدا يا أخوتي الآية التي تلوتها وهي الآن ما شاء الله أعتقد أن الأمة الآن حفظتها لأن علوفا من المسلمين وعشرات من اليوتيوبر والمتكلمين يرددونها صباح مساء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هل تروتم الآية جيدا؟ من بعد ما تبين هل تبين؟ طب أنا أقول لكم هل تبين لك أو لي أو لك أو لأحد مننا أننا من أصحاب الجنة؟ لا نعرف على أننا مسلمون موحدون مصلون صائمون مزكون نخشى الله نحفظ القرآن أو نتحفظه أو الأخرية نتأمل فيه رحمة الله ولكن ولا واحد فينا يستطع أن يقول تبين لي أنني من أصحاب الجنة روى الإمام أحمد في مستده رضوان الله عليه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فاروق الإسلام ومن مثل عمر؟ روحي وقلبي عمر عمر هذا الخليفة المؤمن فاروق الإسلام المتواضع الصادق النبيل يقول من قال أنا في الجنة فهو في النار عجيب ولم تقتر بأن النبي بشرك بأنك ما العشرة؟ أبداً في الصحيح لما طعن لعنة الله على طاعنه والآن قال بتشير مقطع عن كرمات فيروز طاعن سيدنا عمر قال لا لعنة الله على فيروز الذي أعدم المسلمين رجلاً من أفضل الخلق بعد نبي الله أتباً للفيروز هذا جدد الله على روح العذابات هكذا للأسف المقام يقتضي هذا قال له كرمات قال فيروز له كرمات وله ضريح يزار ما هذا الخبل ما هذا الحقد كلمه على الماشي كلمه عمضي لو لا عمر وجهاد عمر وجيوش عمر ما عرفتم الإسلام هناك في بلد فارس أتق الله لو في حب حقيقي للإسلام والله ما عرفتم الإسلام بعد فضل الله إلا بفضل ابن الخطاب فلو أحببتم الإسلام أحب هذا الرجل الذي جعل الله وسيلة لإيصال هذا الدين إليكم رضوان الله عليه تقدسون قاتله على كل حال إن الله يفصل بين العباد والله الموعد لا إله إلا هو وكبرت كلمة تخرج من أفواهم كل كلمة يحاسب عليها وكل من يفوه بها المسألة من السائبة طيب عمر عمر في الصحيح لما طعن رضوان الله عليه أسعده الله بالشهادة الحمد لله فاروق الإسلام ومات شهيدا هنيئا له عمر لما طعن أتاه من يقول له وكان أيه يعني في حالة شديدة ويخشى على نفسه من لقاء الله تبارك وتعالى كان يقول ليت أمي لم تلدني رجل صادق يخشى الله ليس لك أنا ضامن الجنة أنا عمر ابنتي زوج رسول الله أنا صهر رسول الله أنا أيضا نسيف على البيت فأم كلثوم عليها السلام بنت فاطمة عليها سلام سلام الله بنت علي بن أبي طالب عليه سلام الله جميعا فاطمة علي أبواء أم كلثوم أم كلثوم زوجي زوجني إياها علي لأن علي يكره عمر جدا لأن علي يبغضه ويبغضه وأعطاه ابنته ما شاء الله هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقوله تكلموا بما يعقل تكلموا بما يفهم ما فيه لكن سبحان الله الغرض مرض الغرض مرض حقائق واضحة جدا المهم فقيله يا أمير المؤمنين أريئا لك إن لك أي قدم وسابق في الإسلام وكذا 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 قال يا ليته وحكمت وليت أو وليت وليت فهدلت فأبشر يا أمير المؤمنين فقال له يا ليته كان كفافا لا لي ولا علي أنا راضي بأن لا يكون لا لي ولا علي خلص ما عنده هذا الاعتقاد أنه من أهل الجنة هذا توضع العارفين بالله عرفني الله وإياكم به هذا عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام وهذا في الصحيح الحبر اليهودي وهو المقصود بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عبد الله بن سلام أو سلام رضوان الله عن أصحاب رسول الله أجمعين لما قال بعض الصحابة هو من أهل الجنة سمع النبي يبشر أنهم أهل الجنة فقالوا هو من أهل الجنة فلما بلغه ذلك قال لا يعلم بأهل الجنة إلا الله وفي رواية في الصحيح قال سبحان الله كيف يقولون على الله بغير علم هذه المسائل عند الله من يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار ما فرحش بعض الناس الآن يفرح يأتيه إيه؟ ماذا أقول؟ لا أريد إيه؟ أن أسيء التعبير يأتيه رجل مثله يقول له أبشر يا أخي رأيت في الجنة من يبشر بأنك في الجنة فيفرح ويستطار فرحاً يا رجل أو قيل هذا إلى أحد الصالحين حقاً قال له أما وجد الشيطان من يتلاعب به غيري وغيرك روح العبيد قال له هذه أماني شيطان وأخيراً أختم هذا الحديث الجليل الذي طالما أيضاً تلوتوا على هذا المنبر وهو في صحيح البخاري من حديث خارجة ابن زيد ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة خارجة خارجة ابن زيد يعني ابن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها وارضاه وأم العلاء إحدى النساء الأنصاريات من الأنصار وكانت بايعت ربما بايعت العقبة المعروفة في مكة وكانت بايعتها معنى بايعت قالت رضي الله عنها وارضاه اقتُسم المهاجرون قرعة اقتُسم المهاجرون لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تعرفون كيف لا تسعهم أي دار واحدة فاقتُسموا قرعة بالقرعة فطار يناء عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه الصحابة المترهب تعرفون ابن مضعون هذا أحدث عنه معروف هذا الصحابة الصالح المجاهد الصادق الذي فقد عينه في ذات الله عثمان ابن مضعون فأنزلناه في بيت من أبياتنا فلما مرض أو وجع قالت يعني وجع أصابه الوجع فلما وجعه الذي توفي فيه هو مات مهاجراً رضو الله عليه أبو السائب توفي وغسلناه وكفناه ودخل علينا الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم تصلي علينا رحين الرسول فقلتُ فقلتُ هنيئاً لك أبا السائب عثمان ابن مضعون كان يُكنا بأب السائب هنيئاً لك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك ما شاء الله عليك منعرف عبادتك ما شاء الله عليك ومت مهاجراً فقال عليه الصلاة وأبو السلام وما الذي أدراك أن الله أكرمك قالت فقلت يا رسول الله فمن يُكرم الله إذاً إذا لم يُكرم الله مثل أب السائب عثمان ابن مضعون من يكون إيه جذيراً حقيقاً بإكرام الله بكرامة الله فمن يُكرم الله إذاً فقال والله رسول الله والله وأنا رسول الله ما أدري ما يُفعل بي قالت فقلت وأنا يا رسول الله لا أُزكي أحداً بعدك بعد اليوم لن أُزكي أي أحد وأقول هنيئاً له له الجنة لا ندري الكلام في من؟ في الصحابة المهاجرين الكرام الكبار لا أحد يدري لا أحد يدري بمصائرهم ثم قالت في رواية عند البخاري فأحزنني ذلك أحزني أن النبي لم يقطع لهم هذا بالجنة وقال أما هو فقد أتاه اليقين أي من ربه وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين أما هو فقد أتاه اليقين والله الذي لا إله إلا هو وأنا رسول الله ما أدري ما يُفعل بيه قالت فلا أُزكي أحداً بعدك وأحزنني ذلك بزيادة في رواية أخرى أيضاً في الصحيح قالت فنمت فأريت في منامي عيناً تجري قيل لي هذه العثمان ابن مضعون فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم فقال هو عمله فريح بها النبي وقال هو عمله يجري عليه حسناته وصدقاته الجارية الحمد لله الله طمنها وطمن الرسول أنه وضعه بخير إن شاء الله تعالى فبالله عليكم أحبتي إخوتي وأخواتي إذا كان المؤمن الصادق إذا كان الصحابي المجاهد المهاجر الصابر المتبتل المترهب الذي استأذن في الاختصاء ولم يأذن له رسول الله أراد أن يتبتل تبتلاً كاملاً ولم يأذن له رسول الله مثل هذا لا يقطع أحد إلا بوحي نزل بسلطان من الله بمصيره الأخروي إذا لا نستطيع أن نتبين من هو من أصحاب الجنة هل يمكن أن نتبين من هو في أصحاب النار؟ ستقول لي ما هذا السؤال الأحمق؟ لا مش أحمق والله إن شاء الله تعالى هذا سؤال فطن وزكي جداً وذكي تعرف لماذا؟ أَيُّهُمَا أَرْجَحْ أَنْ يُدْخَلَ الْمَرْءَ أي أمرأة؟ أي إنسان خلق الله هيك هكذا؟ كقاعدة عامة؟ أن يدخل الجنة أو يدخل النار؟ هدول الجنة طبعاً طبعاً الجنة لأن رحمة الله وازعة ووسعت كل شيء صحيح؟ ورحمته تسبق غضبه رحمته سبقت غضبه ورحمته الأخروية تسعة وتسعون جزءاً ورحمته الدنيوية جزء واحد واضح أن إيه؟ أن دخول الإنسان الجنة أقرب وأرجح بكثير من دخوله ماذا؟ النار ومع ذلك لا يستطيع أحد إلا بسلطان وحياني إلا بسلطان وحياني من الله أن يقطع على غيب مصير إمري إن مات من المؤمنين إذن من الأصعب إلا بسلطان أيضاً أن نقطع بمصير إمري إمات أنه من أهل النار لماذا؟ هذا ما سنخوض فيه ولكن في محاضرة بعد الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه فقال جل من مخبر قائلاً وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم لبيك اللهم صلِّ وسلم وبارك وشرف وكرّف على حبيبنا على نور الوجود على سيد الخلق وحبيب الحق النبي العربي الأمي الهاشمي المطلبي ختام الأنبياء والمرسلين ومالك أزمة النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهلين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين المسلمات معهم أجمعين بفضله ومنه في كل لمحة الوحين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم أمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرارينا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم ارزقنا الجد في خدمتك والصدخ والإخلاص في طاعتك اللهم لا تخذلنا ولا تسلمنا يا رب العالمين ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا لدوز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوخ والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك وعدواً لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التفلان وأنت المستغاث وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغارة اجزهم بالحسنات إحساناً وبالسيئة مغفرةً ورضواناً واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات ربنا ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منه اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين وكلمة المسلمين اللهم ارفع عن المسلمين الذلّ والعذاب والفرقة والبغضاء والشنآن والاستعمار والصيال برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار يا قوي يا قهار يا من لا يعجز شيءٌ في الأرض ولا في السماع عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إلى القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد وأقم الصلاة